مرحبا أنا محمد محجوب هذه الخاطرة بعنوان العرب والحداثة والحرية أهديها إلى روحي صديقي حسين الواد لابد أن ندرك أن منطقة تطور الأشياء يؤدي بضرب من التأثير الراجع إلى تطور العقول والذهنيات والموقف الداعي إلى قصر الحداثة على حداثة الأشياء يفاجئه دائما أن حداثة الأشياء تؤدي إلى حداثة العقول وأنا أعتقد أن فشل مشاريع الحداثة العربية يرجع إلى عدم قدرة عبارتها السياسية على استعاب التحدث الضروري للعقول الذي نجم عن صدمة الحداثة وبالتالي إلى عدم قدرتها على الاعتراف بسليلها الطبيعي بل بسليلها المنشود إن أغلب ما نلاحظه اليوم من الحراك السياسي ضمن المجتمعات العربية الإسلامية يكاد يختزل الفعل السياسي والإرادة السياسية في برامج سياسية أصولية وأغلب ما في الأمر أن هذه البرامج قد ولدت في صلب مشاريع حداثية متفاوتة فكأنما الحداثة قد أنجبت من عين عنصرها نقائضها والسبب في ذلك في رأيي أن الأصوليات بمختلف مرجعياتها الإيديولوجية هي الحركات السياسية الوحيدة التي تماهي في برنامجها السياسي حقيقة الممارسة السياسية الفاجعة لمشاريع الحداثة العربية فكأنما أبت المجتمعات العربية من خلال أصولياتها تلك إلا أن تتماهى أي أن تواصل فكرا وأن تؤصل فكرا واقع الممارسة السياسية لمشاريع الحداثة العربية المشاري إليها ولذلك فإن واقع المجتمعات العربية اليوم واقع انفصام روحي عنيد ففيه الطبقات المستنيرة التي تمثلت جوهر الدعوة الحداثية العربية ونهلت من منابعها الغربية والاسيما الأوروبية وهي تعيش ضربا من السكيزوفرينيا اليومية حيث تنتصر من ناحية للعبارة السياسية للحداثة أعني مؤسسات الدول من حيث المشروع فتساند تحديث المدرسة وتحديث البناء العقلية وترجمة الفكر والعلوم وتناصر تحرر المرأة ولكنها من ناحية ثانية تشتكي في شقاء من صيغ الحكم التي تنفرد بالقرار وأساليب الإدارة التي تسهو عن أن العقول قد نبت وترشدت واشتد عودها بما يسوغ التعويل عليها والتفويض لها وفيه الطبقات الظلامية بمختلف حلوكاتها ذات اليمين وذات اليسار التي تلقت مضمون الحداثة وتعاملت بأشيائها تعامل كل يوم ولكنها تعيش أيضا ضربا من السكيزوفرينيا اليومية اذ تماهت على جهة ولع المغلوب بالغالب مع صيغ الحكم الاستبدادية السائدة وأساليب الإدارة الجارية فناهضت حداثة المدرسة وانغلقت عن روح العلم التحررية ورفضت كل فكر تنويري تحرري وقامت ضد حرية المرأة ولعمري إنها في كل ذلك عن وعي أو عن غير وعي لفي أطوع أوضاع التواصل والاسترسال مع جوهر السياسة السائدة فليس من جوهر بعض السياسات الاستبدادية السائدة أن تحدث المدرسة ولا أن يصبح العلم معيارا ولا أن تكون حرية الفكر ممارسة محتاجة أو متاحة عفوا في الطريق هكذا المجتمعات العربية اليوم انفصام على انفصام بعضها مع مشروع الحداثة التي تمثلها الدولة ولكنه ضد الممارسة الاستبدادية التي تمثلها الدولة أيضا فينتصر ضد الدولة للديمقراطية والحرية ممارسة تتماشى مع روح الحداثة التي تمثلها مع ذلك الدولة نفسها وبعضها مع الممارسة ولكنه ضد المشروع فينتصر ضد الدولة لفكر الظلامية والأصولية روحا يتماشى مع واقع الممارسة الاستبدادية التي تمثلها الدولة هي أيضا إن فشل مشاريع الحداثة العربية لكونها لم ترى يرجع لكونها لم ترى أن الحل الحقيقي يكمن في تعديل الحداثة بالحرية وتعديل الحرية بالحداثة أي في لقاء الحداثة العربية بالإنسانية لا يمكن بناء الحرية على الخصاصة والفقر والضرورة والأوبئة والجهل والعدام الكرامة ولا يمكن بناء الحداثة من دون التحرير التدريجي ولكن التام للإرادة تحريرا يعطي للمبادرة دورها في صنع التاريخ شكرا